أيها الأخوة الكرام أعتقد دائماً أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح ولكن ينبغي أن تكون الحقيقة المرة مرحلة أولية لحل المشكلة لا لتكريس المشكلة فالعدو البعيد والقريب يخطط لمجتمعاتنا الإسلامية القريب الصهيوني والبعيد الغرب يخطط لمجتمعاتنا الإسلامية أن تمزق الفتن الطائفية هي الورقة الرابحة الوحيدة التي بيده وأن تضعف، وأن تفتقر، وأن تفسد وأن تغوص في أوحال الحروب الأهلية كما ترون في دول مجاورة وأن تتخلى عن دينها ويكفي دلالة على ذلك أن يخرج أحدنا إلى شارع من شوارع مدن المسلمين أو إلى سوق من أسواقهم أو أن يشاهد أخبارهم ليرى نتائج الغزو الثقافي أقسم لكم بالله أن الغزو الثقافي أخطر ألف مرة من أي غزو آخر نتائج التدمير الفكري، تدمير الفطرة الذي يراد لهذه الأمة ها أنتم هؤلاء تحبونهم وقد قال الله عز وجل وَلَا يُحِبُّونَكُمْ هذا درس بليغ من خالق السماوات والأرض هذه الأمة التي يمكر بها أعداؤها مكراً تزول منه الجبال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال خالق السماوات والأرض يصف مكر هؤلاء بأنه تزول منه الجبال يخططون لإفقارها، ولإضلالها، ولإفسادها، ولإذلالها، ولإبادتها مليون قتيل في العراق، مليون معاق، خمسة ملايين مشرد ولا أحد ينطق بكلمة في العالم الغربي قال تعالى وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ لكن الله جل جلاله رسم لنا معشر المؤمنين طريق الخلاص أنا لا أطرح هذا الموضوع لأزيد الهموم هماً لكن أطرحه كي نتلمس طريق الخلاص الله عز وجل قال دققوا هل تصدقون أن حل مشكلات العالم الإسلامي بأكمله بكلمتين في القرآن الكريم وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا والله زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق أعوده للمؤمنين وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا لذلك المعصية مع الصبر ليس بعدها إلا القبر لكن الطاعة مع الصبر بعدها النصر وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إن ديننا يعلمنا الأسلوب الصحيح في مواجهة ضغوط الخارج وتحدياته ولا يكون في الرد عليها مما قد يجرنا إلى معارك خاسرة وإنما في مرحلة ما كالتي عاشها الصحابة في مكة في مرحلة ما يكون الحل بالإنكفاء على الداخل والإصلاح والتنقية والصرح مع الله ولا ريب أن هذا شاق على النفس لأن المرأة آنذاك ينتقد نفسه والآية مرة ثانية وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا هذه الآية أيها الأخوة نحور هذه الخطبة معلم بارز في التأصيل لهذا الانكفاء ولعلنا نختبس منها الحقائق التالية إن كثيراً من النصوص توجهنا نحو الانكفاء على الداخل بالنقد والإصلاح والتقويم والتحسين في مواجهة الخارج أخواننا الكرام أضع بين أيديكم هذه الحقيقة الخطيرة أنت في حيز أو دائرة تملكها أمرك نافذ فيها وأنت ضمن حيز أو دائرة كبيرة لا تملكها بل فيها قوى طاغية وكبيرة ما موقف المؤمن؟ موقف المؤمن دققوا أقِمْ أَمْرَ اللَّهِ فِيْمَا تَمْلِكَ يَكْفِكَ مَا لَا تَمْلِكَ هذا معنى قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم القوى الكبيرة الطاغية المعادية الحاقدة في الدائرة الكبيرة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هناك دائرة تملكها وأنت مسيطر عليها وأمرك نافذ فيها بيتك، عملك، نفسك نفسك، وبيتك، وعملك ولا تطالب بأكثر من ذلك هذا الذي بإمكانك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها تملك نفسك ألا تكذب ألا تخون ألا تنحرف تملك بيتك أنت رب الأسرة تملك عملك أمرك نافذ فيه أقِمْ أَمْرَ اللَّهِ فِيْمَا تَمْلِكَ يَكْفِكَ مَا لَا تَمْلِكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ في الدائرة الكبيرة في قوى طاغية أعداء حاقدون حتى يغيروا ما بأنفسهم أيها الأخوة إن المتتبعة للمنهج القرآني في قصص الأمم السابقة يجد أن ما ذكره القرآن الكريم من أسباب انقراضها واندثار حضارتها لا يعود أبداً إلى قصور عمراني أو سوء إدارة للموارد واستغلالها إنما يعود إلى قصور داخلي يمثل الإعراض عن منهج الله وَصَدِّقُوا وَلَا أُبَالِغُ إِنَّ مُعْظَمَ الْأَمْرَاضِ الْوَبِيلَةِ وَالْخَثِيرَةِ الَّتِي نُعَانِيهَا إِنَّمَا هِيَ أَعْرَاضٌ لِمَرَضٍ وَاحِدٍ هو الإعراض عن الله أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله بل إن تأبي الناس لقبول رسالة الأنبياء هي أكبر سبب لما تعانيه الأمة مقطع من حديث قدسي صحيح لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كلام دقيق واضح جلي من وجد خيراً فليحمد الله هذا من فضل الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أيها الإخوة الله عز وجل يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون مرة ثالثة ورابعة وخامثة إن صح أن المسلمين يعانون ما يعانون لكن مرضهم قابل للشفاء لكن الطرف الآخر مرضه غير قابل للشفاء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يُعبِّر عن هذه الحقيقة ويقول يَحْدُثُ لِلنَّاسِ من البلاء على مقدار ما يُحدثون من الفجور يَحْدُثُ لِلنَّاسِ إن العقوبات الرادعة لا تنشئ مجتمعاً لكنها تحميه هذه رؤية إسلامية جلية آيات الأحكام والعقوبات جزء منها لا يُشكل أكثر من عشر القرآن الكريم أما الباقي كان يستهدف إلى بناء الإنسان بناءً إيجابيًا كثرة القوانين وتعقيداتها تصب دائماً في مصلحة الأخوياء وتزيد من قيود الضعفاء وأن البطشة لا يحل المشكلات ولكن يؤجلها فقط إن الآية الكريمة تعلمنا أن النصر الخاص يسبق النصر العام يعني أن ينكفئ المؤمن على نفسه يبحث عن أسباب ضعفها عن مخالفاتها عن المعاصي التي قد يرتكبها عن القصور في أداء الواجبات حينما ينكفئ المؤمن على نفسه فيحاسب نفسه أشد الحساب ويصلح ما بينه وبين الله عندئذ يأتي فرج الله عز وجل لمجموع الأمة وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْءَ الصبر احتمال المشاق ومتابعة صارمة في دئدية التكاليف مهما تكون الظروف قاسية لأن الصبر نصف النصر والنصف الثاني يأتي من أخطاء العدو ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم أيها الأخوة، وَإِنْ تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا التقوى حصانة داخلية من التأثر بالظروف السيئة المحيطة إذ أن المصائب التي تترى تضع حدوداً وسدوداً أمام رقي النفس الإنسانية لذلك لا بد من صبر شديد ولا بد من صلح مع الله عظيم أيها الأخوة، تهذيب الذات تحسينها، تدعيمها، الرقي بها هذا يأخذ أشكالاً كثيرة منها المزيد من الالتزام الصارم بالعبادات ومقاومة الشهوات، والتعاون، والمواساة، والتضحية والإيسار إن الفرد المسلم لا يستطيع أن يبتعد مسافات كبيرة عن الوضعية العامة للمجتمع هذا التباعد مرهق ومكلف فحين يكون كسب القوت الضروري لا يتأتى للسواد الأعظم من الناس إلا عن طرق محرمة أو ملتوية فإن الذين سوف يستجيبون لنداء اللقمة الحلال سيكونون قلة، وسوف تظل مبادئهم في حالة اختبار دائم وربما أدخلهم ذلك في مشكلات مع أقرب الناس إليهم نحن في حاجة ماسة لمعرفة الحدود الفاصلة بين القريب والبعيد، بين الصعب والسهل بين ما نستطيع تغييره وما لا نستطيع بين ما نملكه وما لا نملكه حتى نقلل من إمكانات الخطأ وحتى نقلل من النزاع والجدال العقيم كما أننا في حاجة ماسة من أجل توفير الجهد والوقت فنحن حينما نعرف الطرق المزدودة نمضي في الطرق المفتوحة وحينما نعرف ما لا نستطيع فعله نعرض عنه ونتجهه إلى ما نستطيع هذه حقائق لا بد من أن تؤخذ بعين الاعتبار لذلك الآية تقول إن مع العسر يسرى والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية كفت إن مع العسر يسرى هذه بشارة لأهل الإيمان بأن للكرب نهاية مهما طال أمده وأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر الليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلابد من نزول القبر أيها الإخوة إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن في رحم كل ضائقة أجنة فراجها ومفتاح حلها وإن لجميع ما نعانيه من أزمات حلولاً مناسبة إذا ما توافر لها عقل المهندس ومبضع الجراح وحرقة الوالدة حرقة في القلب مبضع ماهر عقل حصيف تحل به كل مشكلاتنا إن مع العسر يسرى صحابي الكرام هم علماء في اللغة أكدوا أن التكرار له قواعد أيها الإخوة الإسم المعرف بأل إذا تكرر يعني الشيء ذاته أما الإسم النكر إذا تكرر يعني أن الثاني غير الأول إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى العسر المعرف بأل تكرر هو نفسه العسر هو العسر لكن إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى الأولى لها معنى والثانية لها معنى من ذلك قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين في يسر أول ويسر ثاني أما العسر المعرف بأل عسر واحد لذلك في الآية إشارة بعيدة وبديعة إلى وجود الفرج في الشدة الفرج موجود في الشدة مع أنه يأتي بعد الشدة تطميناً لنا وأنت في ضائقة هذه الضائقة تحمل في طياتها بذور الفرج لذلك لا ييأس إلا قانط من رحمة الله والقنوط كفر لذلك أيها الإخوة النكبات والآلام المتتابعة تسبب ثقافة يسميها العلماء ثقافة اليأس ثقافة الإحباط ثقافة الطريق المزدود هذه أخطر علينا من أعدائنا أخطر شيء يصيب الأمة أن تهزم من الداخل أيها الإخوة هذه الحالة المرضية لها أسباب أحد أسبابها التربية الخاطئة التي يخضع لها الفرد يعني يكفي أن يقول الأب أمام أولاده ما بيدنا شيء انتهينا تسرب اليأس إلى أولاده أكبر سبب في هذه الحالة الداخلية المؤلمة هي التربية الخاطئة والمؤمن متفائل والمؤمن يبث التفاؤل في نفوس من حوله أنه لا يتغير لقد تغير أعداؤنا المتغطرسون كانوا العصى الغليظة بيد الغرب لسحق أية دولة في الشرق الأوسط تقول لا للغرب لكن هذه العصى كُسرت في عام 2006 كُسرت وفي عام 2008 كُسرت كُسرت مرتين هذه تغير الواقع المتتبع بأقوال الصحف عند العدو يتضح له جلياً أن هدف العدو لستين عام سابقة هو الأمن الآن هدفه البقاء هذه تطورها هدفه البقاء الآن شيء آخر كانوا يقصفون ولا يخصفون نخاف ولا يخافون ندخل الملاجئ ولا يدخلون الآن يقصفون ويخصفون نخاف ويخافون ندخل الملاجئ ويدخلون صار فيه توازن رعب توازن رعب وقبله في انتقال الأهداف من الأمن إلى البقاء وفيه شيء اسمه الحسم كانوا يبدأون الحرب هم ينهونها بعد ساعات الآن لا يزالون أقوياء يبدأون لكن ليس بيدهم انهاء الحرب في حرب غزة في اليوم الأول تم قصف ثمانمائة هدف على أن هذه الحرب يكفيها يوم واحد وبعد اثنين وعشرين يوماً لم يتحقق أي هدف فقدوا الحسم فقدوا الحسم وانتقلت أهدافهم من الأمن إلى البقاء وصار هناك توازن للرعب الواقع تغير والله عز وجل يقول إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أخواننا الكرام أحد أسباب المشاكل الكثيرة عدم الانتباه إلى العوامل الداخلية للمشكلة نوازن قوتنا مع قوة أعدائنا نوازن من يدعمنا ومن يدعمهم فرق كبير لكن ما سمعت تحليلا لهذه المشكلة يتحدث عن أخطائنا عن بعدنا عن ربنا عن تقصيرنا في أداء واجباتنا عن عدم تلحمنا مع بعضنا بعضا يجب في مشكلة كبيرة والله أن ننتبه إلى العوامل الداخلية للمشكلة شيء آخر هناك سنة من سنن خالق السماوات والأرض متمثلة في هذه الآية وتلك الأيام نداولها بين الناس فالله سبحانه وتعالى يداول القوة بين المؤمنين وبين الكافرين فهذا من سنن الله عز وجل فأنت في الموقف الثاني الصعب ينبغي أن تصبر وأن تتماسك وأن لا تسمح لليأس أن يتسرب إليك كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضى ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضى الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى الآية الثالثة في هذه الخطبة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولو أن هناك تفاوت كبير إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك الله عز وجل يذكرنا بحرب طالوت وجالوت قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده متى ضعفوا حينما عصوا الذي يعص يضعف والمستقيم يقوى بل يقويه الله عز وجل أيها الإخوة الكرام الله عز وجل حينما قال والله مع الصابرين يجب أن تؤمن أن الله إذا كان معك فأنت أقوى الأقوياء إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك بل إن الله عز وجل يؤكد إياكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين أيها الإخوة الكرام هذه بعض المبادئ وبعض الأفكار التي يمكن أن نستنبطها من وضعنا الذي لا يرضي ولكن يقول عليه الصلاة والسلام حديثاً شريفاً والله الذي لا إله إلا هو كأنه معنا يقول في الحديث الصحيح يوشك الأمم أن تداعى عليكم بكل دولة محتلة إسلامية في ثلاثين دولة ثلاثين دولة يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير مليار وخمسمئة مليون ربع سكان الأرض يملكون معظم ثرواتها بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وكأنه معنا أيها الإخوة الكرام لا بد من أن نصح من غفلتنا لا بد من أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب لا بد من صلح مع الله أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أيها الإخوة الكرام روى ابن ماجة والبزار والبيهقي عن عبد الله بن عمر أنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دققوا في هذا الحديث وكأن النبي مرة ثانية معنا يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما هذه الخمس؟ قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم ألم يقع هذا؟ هذه الأمراض الوبيلة التي يعاني منها العالم بسبب أن الفحشاء قد انتشرت في بعض الإحصاءات مرضى الإدز الآن سبعة وستين مليون في العالم بسبب الفاحشة ولم ينقصوا المكيال والميزان يدخل تحت هذه الكلمات كل أنواع الغش ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالجفاف وشدة المؤونة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم بحرب الخليج الأولى انتقل من الشرق إلى الغرب سبعمئة مليار دولار وفي حرب الخليج الثانية ضعف هذا المبلغ وهناك عملية ابتزاز للشرق الذي معه ثروات لا يعلمها إلا الله لذلك ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم كما في الدول المجاورة بأسهم بينهم وكأن النبي عليه الصلاة والسلام معنا اللهم هدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضعنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين وانصر الإسلام وأعز المسلمين وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين